قرر وزير الأوقاف بحبت مختار جموع عقب أداء صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسي غلق المسجد وساحتها لمدة أسبوعين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وقرر الوزير خصم عشرة أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم كما قرر إحالة مفتش المنطقة ومدير الإدارة تابع لهما المسجد للتحقيق لتقصيرهم في المتابعة وفوض الوزير جميع المدريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم روادها بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق ودع جمع المواطنين إلى الحرص على إبقاء المساجد مفتوحة عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية